يعني بجد مش عارفة اقول انت انت بتحب مين فين ايه ساعة كام يعني من وجز الانغام لبهاء سلطان يعني الميدلي ده حدوتة اصالة كمان اه كنت قاصد ان هو بيحكي حدوتة حد حب بسرعة وحصل له اتاشمنت وبعد كده هي انا غلطان تعتصد بهاء سلطان طبعا من احلق غني هو بقى سلطان كله حلوة يعني انا كمان حبيتها من غير التوزيع على البيانو كانت حلوة او وبعد كده الكلام بتاع وجز بتاع والله وقعت بيحكي عن الاتاتشمنت العنيف قوي وبعد كده ما بتعلمش العلاقة خلصت بس هو استيل مفيش بعد كده بقى بدأ يلا عادي يا جات على جرحي الحاجات دي عم بعملها للحفلات للجمهور هل تزكاء عشان انت كده بتجمع اكبر مستمعين اللي بيحب وجز يبقى سامعك اللي بيحب أنغام بيحب أصالة يعني شرقي على رومانسي على راب أنا ببقى حريص حقيقي أنا في حفلاتنا بنعود ساعتين ونص على المسرح ببقى حريص انه بجد كل واحد ليه زوق في حاجة حيلاقيها أنك تبقى قاعد مستني مفاجأة طول الوقت وأنك تبقى سامع حاجة لمساك تخليك تغني لأنه بس تمتع قوي أنه خلي الجمهور يغني معايا ويخرج حسس أنه مخرج طاقة بس ده برضو زكاء منك لأنه انت كده بتلف في الغنى يعني بتلف على كل الأصوات واضح أنك عاشق لأصوات كتير يعني متأثر بأنغام كمان كتير طبعا أنغام بالنسبة لي مرجع يعني هي وما بتكسفش هي مشروع غناء كبير متأثر بيها يعني هي كمان بدأت من سن سوارة نجمة نجمة كبيرة في مصر ونقلت تعلمها في الكونسرفاتور للأغنية التجارية بقت خلي الأوركسترة تلعب في الغنوة التجارية وده كان يعني صعب جدا وحرب عنيفة لغاية ما قدرت يبقى ليها شكل على المسرح عشان كده أنا فعلا يعني أنا مش بس كده أنا كنت بحب أروح حضر بروفاتها تتعلم؟ أذاكر أذاكر أشوف البروفة بتداري إزاي أشوف المطرب بيبقى سامع يعني بروفة أنغام وذاكرة بالنسبة لي بس أنا يعني في وقت من الأوقات ما عرفتش فنان كبير بقيمة يعني محمد منير لما غنى الوردة وبعدين غنى النجاة صحيح وغنى يعني أعتقد يعني غنى قليل الرجال بس غنى الأصوات نسائية كتير أنت واضح أنك برضو عندك هذا العشق يعني أنا بشوف أن الأغنية ملهاش بطاقة بتقول ذكرة أو أنثى الأغنية كلام ولحن بسحيلاً يقولوا الصوت أقرب يعني صوت الرجل أقرب لصوت رجل مش صحيح مش صحيح الصحيح اللفظ يعني أنا ما ينفعش أقول عشقة وغلبانة لأنه لفظ أنثوي جداً صح إنما ينفع غني بتقصد الكلمات بقى الكلمات اللفظ الكلمات الأنثوية ما ينفعش أغنيها صح ولكن لو كانت محايدة محايدة أغاني وردة تليق على كل الناس أغاني من كلسوم زي ما الجسم يغنى أما براوة كل اللي كانت بالأغاني دي كانوا رجالة واللي ملحنانها رجالة واللي استمتعوا بيها أنا حموت وأعمل حفلة كلثوميات جداً وأغاني أربع أربع يعني أعمل فاصل زي ستهم من كلسوم ثلاث أغاني طوال نفسي أعمل حفلة واحدة كده كونسابتشول إن أنا أعمل حفلة لا أغاني من كلسوم فقط بس أه تمتعاملها مرة عندنا هنا في التساعة يا ريت نعمل حفلة كده لأم كلسوم وأنت تغني أعزميني بس أعزمك وهتجهز أنا ساكن قريب فهتلاقيني جاء على طول يشرفني طبعا نحط لك شموع هنا ونعمل حاجة كده نسلطن الناس جدا خلاص اتفقنا أنا والله من وعد خلاص مصطفى حمدي هيحطها مصطفى حمدي رئيس تحريبنا هيحطها في الجدول طيب أنت أقدر أقول عليك مطرب يعني بتعمل كومبو كده لأنه